غيره الشباب لأنه شباب ممكن بعض مرات وواحد يعمل كوز بنفس المحاضرة فحاولك يعني تحضر المحاضرة تعرف اليوم عن إيش نحكي بس هيك لو بلا آمناك دكتور بايو يعني لايف حياة أشياء حيية أكيد يعني بس نعم أكيد يعني إشي بتعلق بالحياة يعني أوكي يعني هو مرتبط بالكائنات الحياة مية في المية أوكي بس لما نحكي بايومز يعني إلها تعريف تاني بيكون آدانا أوكي يعني هي المجموعات البيئية المتربطة مع بعض أوكي جيد نوعا ما البيومز شباب هو المقصود في يعني موطن الكائنات الحية أو الأقاليم اللي بتعيش فيها الكائنات الحية بشكل عام سواء الإنسان أو النبات أو الحيوان أوكي إذن هي زي موطن أو أقاليم أو بيئات متنوعة أوكي تعيش فيها الكائنات الحية أوكي طبعا الكائنات الحية كلها بتعيش فيها يعني على الأقال فيها نباتات إذا ما فيها إنسان أو حيوان أوكي إذن جاي ما حكينا هي مواطن الكائنات الحية أو مواطن الكائنات الحية أوكي أو الأقاليم اللي تتوزع على البيئات المختلفة ونحن نعرف أنه بشكل عام فيه عندنا بيئات الليابسة وبيئات المائية بحار المحيطات فيها كائنات حية الأنهار البحيرات فيها كائنات حية لكن تعتبر بيئات مختلفة إذن رح نحكي اليوم عن البيئات المختلفة اللي بتعيش فيها الكائنات الحية رح نحكي عن البيئات المختلفة أو عن مواطن الكائنات الحية أو عن الأقليم اللي بتعيش فيها الكائنات الحية طبعاً نظراً إلى تباين الظروف البيئية رح تتكون عندي بيئات متنوعة رح تتكون عندي بيئات متنوعة أوكي؟ ابتداءً مثلاً من المناطق القطبية في الشمال الباردة ومروراً بالمناطق المعتدلة مروراً بالمناطق الاستوائية مروراً بالمناطق الحارة زي الصحاري مروراً كمان بالجنوب بالمناطق القطبية الجنوبية إذن هاي راح يكون عندي فيه إيش تباين واختلاف في مواطن وفي بيئات اللي بتعيش فيها الكائنات الحية نظراً لاختلاف إيش الظروف البيئية إذن هذا راح يكون موضوع الشابتر بتاعنا موضوع الشابتر بتاعنا عن البيومس إذن أنا لو أجيت أقسمهم في عندي عادة يعني أقليم أو مناطق أو بيئات أساسية نوعاً ما في عندي زي تروبيكل رينفورس بيئة الغابات الاستوائية الماطرة وفي عندي مثلاً إشي مسميه سفانة المناطق العشبية بتاعت القراسلان وفي عندي مثلاً القانية أو المناخ أو بيئات الصحاري الصحاري وفي عندي التمبريت المناطق المعتدلة التمبريت شايفين الصيدات الشباب الصيدات واضحة ميش؟ أدخل واضحة وفي عندي التمبريت آه دكتر واضحة التمبريت يعني المناطق المعتدلة سواء الفورست الغابات أوكي سواء هاي الغابات دائمة الخضرة الإيفرق رين أو الديسيدوس اللي هي متساقطة الأوراق بعض الأشجار بتكون أوراقها دائمة خضرة بعضها بكون إيش متساقط شو يعني دائمة الخضرة شو الفرق بين الإيفرق رين والديسيدوس كيف يعني متساقط ودائم الخضرة أه شباب ايش المقصود بيناتو لما نحكي عن evergreen plant or the seed was plant. اه دانا دكتور هلأ النبات المتساقط الاوراق هو اللي بيدخل بمرحلة دورمانسي اوكي غيره اوكي دانا يسلموا يا دانا اوكي غيره اه زيد دكتور دائما خضرة بيكون نسبة النتروجين فيه لانه هي المسؤولة عند اخترار قوية وبكون دكتور بيجدد اوكي مثلا اعباء والنبات اوكي زيد اوكي يسلموا يا زيد اوكي غيره شباب غيره شباب دكتور ممكن life cycle ساعة evergreen دائمة اما الثانية بتكون يعني جزء من الفصل مش مستمره موسم معك مستمره اوكي اه محمد محمد يا سير دكتور ممكن evergreen اللي هي بتكون مفردتنا مثلا الثمار تاعتها على مدار مدار السنة تقريبا او انه تكون اوكي يسلموا يا محمد يسلموا يا محمد شباب انتو اخدتوا انتاج نباتي من الشيكة مبادئ انتاج نباتي اخدتوا مبادئ انتاج نباتي من الشيكة اكيد لانه انتو اقل واحد حسنة ثانية ثالثة وهي المادة المتطلب لها اللي هو مبادئ الانتاج النباتي بس والله يا شباب يعني لأسف يعني اشي مؤلم لانما كل عندك شعبة 64 طالب ما حدا يجاوب سؤال بسيط بيسيك يعني مشكلة فيكو شباب دائما انتو بتحتجوا بتحتجوا على الامتحان بتحتجوا على التيمز ما فتح معاي الكوز ما فتح معاي المادة طويلة دائما يدموا اعذار يعني بتنسوا انفسكم انه التقسير منك يعني سؤال بسيط هذا المفروض طالب حتى يعني مفروض طالب المدرسة بيجاوبه لانه اخدتوا بالمدارس اخدتوا بالبيو واخدتوا بالانتاج النباتي مبادئ الانتاج النباتي وهذا يعني سؤال بديهي يعني مفروض لكل يكون عارفه من اسمه يعني مفروض تجاوبه من خلال اسمه لذلك للأسف يعني لحد الآن في مشكلة يا شباب بتمنى أنه كل واحد يعني يكثب من جهوده ويدرس بشكل جيد يعني مستواك عدن مؤاخذة يعني بحاجة لتحسين بحاجة لتطوير لما ما تجاوب سؤال أساسي وسؤال بسيط وانت على الأقل في منك بجزخ الريج ما بتعرف شو إفراقرين ما بتعرف شو ديسيزو سبلان لأنها مرت معاك بأكثر من مساق والمشكلة دائما يعني دائما تشكمنه وما بتخلوا على حال كل عذور ويعني ما بتحملوا حال مسؤولية هون المشكلة يا شباب يعني دائما الطالب يعني يهتم أكثر شباب أنا بطلب منك أنك تدرس أكثر تهتم أكثر تحضر أكثر خلينا أكمل بس يا زيد لأنه الشباب يعني زي هيك يعني سؤال ما تجاوبوا والله بيكون إيش يعني مؤلم لما نحكي دائمة الخضرة من اسمها يعني إفراقرين يعني النباتات اللي بيضل أوراقها تقريبا على مدار السنة ما بتصاقط إفراقرين دائمة الخضرة دائمة الخضرة أنه أوراقها غالبا ما بتصاقط تصاقط فقط الأوراق القديمة الأوراق المريضة اللي بتنتهي دورة حياتها لكن ما مش كل الأوراق تسقط زي مثلا زي الزيتون النخيل الزيتون أوراقه ما بتسقط بتضلها على مدار السنة لكن بتلاحب في تحت شجرة الزيتون في أوراق بتصاقط هاي بتكون مثلا انتهت دورة حياتها قديمة صارت أو ممكن تكون نتيجة إصابة مرضية أوكي أما الديسيدوات اللي هي متساقطة الأوراق إنه هاي أوراقها كلها بتساقط في فصل خريف أوكي تتساقط في فصل إيش الخريف لاحظة مثلا العنب لاحظتين الآن مثلا نحن شهر خريف يعني ببلد شهر خريف نهاية التسعة لا شهر الداعش وبداية تلاحظ كثير من الأوراق الآن تساقط أوراقها كل الأوراق تساقط تساقط خلال فصل خريف يعني خلال شهر شهرين مثلا من فصل خريف كل الأوراق بصيرها فول داو أوكي ليش حتى تهيي حالها لمرحلة البرودة يعني هاي النباتات غالبا بتإيش عندها مشكلة مع البرد إذا ظلت الأوراق موجودة والأوراق بتعرفوا عبارة عن خلايا والخلايا معظم محتواها عبارة عن ماء إذا ظلت هاي الأوراق أو كلا هاي الأشجار غالبا رح يتجمد الماء اللي فيها لأنها عندها غالبا ما بيكون عندها مقاومة أو تأقلم للبيئات الموجودة فيها خلصا بيئات الباردة إذا تساقط أوراقها وبتظلها في فصلة شتاء يعني في فترة إيش يعني السكون يعني ما بتنمو بشكل بطيء جدا السكون لما ييجي الربيع مثلا ترتفع دراء الحرارة شهر ثلاثة بتلاحظ معظم النباتات بلشت تزهر وتعطي أوراق إيش جديدة أوكي بلشت حياتها إيش من جديد هاي الأشياء شباب المفروض كنت عارفها شباب أسئلة بسيطة يعني يعني المفروض أنك أنت ترجعها آه يزيد كان عندك سؤال يزيد لا دكتور كنت جاوبك هو يعني بجزء يعني حوالي خمسة ستة سبعة ما جاوبه الله يزيد ياريت رفعت من أول يزيد يعني والله شباب إشي يعني مؤلم بتمنى شباب إنك يعني تدرس تثم من دراستك أوكي ماشي لأنه في عندك أساسيات بيسيك يجب أنك تعرفها يعني حرام تتخرج من أشياء لما تسمع إيفرغرين ما تعرف شو معناتها طبعا التمبريت احفرس شباب المناطق المعتدلة بتنقسم لها فيه مناطق غابات عندي معتدلة هاي الغابات قد تكون أشجارها دائمة الخضرة أو متساقطة إيش الأوراق بعض المناطق المعتدلة كمان إيش موجودة فيها غراسلات اللي هي مناطق زي ما بيحكوا إيش المناطق العشبية أو المناطق الرعوية اللي فيها أعشاب في مناطق المعتدلة مناطق السهول أو مناطق الأعشاب ايش المعتدلة فيه عند الكني الكانيفور الفيروس فورس الكانيفيروس فورس اللي هي الغابات بسرعة الغابات الصنوبرية بتكون في المناطق الباردة أوكي مناطق إيش الباردة اللي هي عادة موجودة فيه شمال إيش الكرة الأرضية وفيه عند التندرة هاي تعتبر من المناخات أو من مناطق الباردة جدا أوكي المناطق إيش الباردة جدا لكن قبل ما نحكي ونخوض الآن في مرحلة الأقاليم أو مرحلة المناخات أوكي بنا نعرف شو أهم العوامل اللي بيساعد على توزيع هاي الأقاليم من أهم العوامل فيه عنده التمبرتشار وفيه عنده الأمطار البرستيبتيشن طبعا البرستيبتيشن هو شكل من أشكال الأمطار أخذناه قد يكون مطر قد يكون تلج قد يكون سنون قد يكون أشياء أي شيء بحطل من السماء يسميه البرستيبتيشن يعني الأمطار بشكل عام والتمبرتشار بشكل عام هم من أهم العوامل اللي بيساعد في تحديد أو في توزيع هاي المناخات أو هاي الأقاليم لكن كمان فيه عنده بعض الأشياء المهمة فيه إشي بنسميه اللاتيتيود والالتيتيود اللاتيتيود أوكي اللاتيتيود اللي هي عادة المسافة بين خط الاستواء أو القرب والبعد عن خط الاستواء ومن خلال هاي اللاتيتيود بنقسم الكرة الأرضية إلى دوائر عرض أوكي دوائر عرض مثلا دائرة عرض مثلا تبدأ عند دائرة صفر اللي عند خط الاستواء أوكي مثلا عند تسعين عند القطبين لأنه هذا إيش بيأثر هذا بيأثر على زاوية سقوط الشعة السمس على الأرض عند خط الاستواء بيكون ضوء الشمس متعامل عند خط الاستواء بيكون ضوء الشمس ساقط بشكل إيش زاوية قائمة زاوية عمودية والتالي بيكون هناك النهار نوعا ما عائسة والليل عدس ساعات النهار 12 وعدس ساعات الليل 12 بيكون عندي عدس ساعات من النهار كافية أوكي وبالتالي هذا يساعد على وجود نبتات بشكل كبير في المناطق الاستوائية أوكي بيكون في عندي تنوع كبير في المناطق الاستوائية نتيجة وجود ايش الضوء الحرارة الأمطار أوكي مناطق معتدلة أوكي بالتالي في عندي ايش مسميه الاتيتيود الاتيتيود هو الارتفاع أو الانخفاض سوري الارتفاع أو الانخفاض عن مستوى سطح البحر أوكي كلما ارتفعنا عن سطح البحر نوعا ما تنخفض الحرارة كلما ارتفعنا بصدر الحرارة ايش انخفض باردة أوكي لما ننخفض أو عن مستوى سطح البحر مثل مناطق الأغوار مناطق البحر الميت بتكون نوعا ما ايش حارة أوكي اذا في عندي التمبرتشور في عندي الرينفول أو وفي عندي اللاتيتيود اللي هو القرب أو البعد عن خط الاستواء والاتيتيود اللي هو الارتفاع مستوى سطح البحر هاي كنت تساعد في تحديد ايش البيئات وبالتالي كمان تساعد في تحديد المناخ أو الطقس طيب هلا في عندي كمان شغلة نسميها وذر أوكي وفي اشي نسميه كمان ايش المناخ والوذر شو الفرق شباب بين المناخ لما نحكي المناخ الكلايمت ولما نحكي الوذر يعني الطقس آه يزيد حدا بيعرف آه شباب آه شباب آه شباب آه شباب تشمع كلمة المناخ ايش الفرق بين المناخ من الجين بعدين أوس قالوا الجين شو الفرق بين الطقس والمناخ الطقس عبارة عن طقس يعني مؤقت يعني لليوم فقط أو لبكرة أو لأسبوع المناخ لا المناخ لا يعني تقريبا على المدارس ممتاز ممتاز آه أوس ممتاز مجاين آه دكتور الطقس الطقس يكون فترة محددة فترة مؤقتة مش فترة طويلة ممتاز على غير الجمناخ المناخ تكون على المدة طويلة شو معنا يا أوس الطقس من الانجليزي آسرين طيب ممتاز الوذر ماشي يا مصطفى آه زي ما حكوا زملائكو أوكي زي ما حكوا زملائكو شباب إنه الوذر اللي هو الطقس شباب أوكي الوذر اللي هو إيش الطقس سامعيني شباب معاي آه دكتور آه الطقس زي ما حكوا هو بعكس الظروف الجوية خلال شورت تايم يعني خلال ساعة خلال ساعتين خلال 24 ساعة ماشي خلال مثلا يوم يومين أما أنا بنحكي عن المناخ هذا بيحكي عن long term time ماشي مصطفى بيحكي عن long term time المناخ هو عبارة يعني عن متوسط الطقس في منطقة خلال فترة ايش زمنية طويلة هلا أنا مثلا بحكي بشكل عام شو مناخي الأردن فرضا مناخي الأردن مثلا بعروف أنه مثلا معتدل بالصيف معتدل بالشتاء نوعا ما أن الصيف عندنا معتدل فيه شوية حرارة بمناطق الجنوبية لكن مناطق الوسط نوعا ما ومناطق الشمال يسودها الاعتدال طيب شو مناخي الأردن مثلا احنا بالشتاء كمان نوعا ما بالشتاء نوعا ما كمان معتدل مع شوية برودة في مناطق الوسط والشمال مع سوية اعتدال ويميل إلى الحرارة في الجنوب هذا خلاص معروف لكن بيصير في تقلبات في بعض درجات الحرارة في كميات الأمطار بتكون ضمن ضمن الرينج محدود لكن الطقس يكون متقلب خلال اليوم ولا لا يزيد يعني الطقس مثلا الصبح من نشر الجوي بتلاقيه مثلا صافي وكذا بعد ثلاث أربع ساعات ممكن صير الغيوم وصير في عندي أمطار يعني متقلب بشكل سريع المناخ بيكون عنده نوعا ماستيب لأنه أنا بدرسه أيش على فترة زمنية طويلة أوكي على فترة زمنية طويلة المناخ يعني أنا بيحدد لي أو الطقس الوضع بيحدد لي أنا شو بقدر ألبس اليوم لأنه أنا بشوف النشر الجوية أنا كل يوم مثلا تابع النشر الجوية أوكي وأكيد أنتم معظمكم بتابع النشر الجوية خاصة الآن في الأيام هاي فشان يعرف بكرا إيش بده يلبس صح ولا لا هل رح يكون فيها مثلا برودة أمطار كذا أما المناخ خلص المناخ من أولها المناخ من الآن المناخ من الآن أنت يعني خلص نزلت الأواعي الشتوية لأنه عارف أن أنت دخلت على إيش على موسم شتوي على مناخ شتوي رح يكون في عندك انخفاء في الدراء الحرارة أوكي رح يكون في عندك إيش كمان إيش برودة إذن هذا الفرق بين المناخ والوضع هاي الأشياء شباب مش موجودة عندك بالدوسيجي ما حكيت تفنل كل إيش بكتبها أوكي طيب زي ما حكيت كمان في عندي كمان شباب الرياح كمان بتلعب دور كبير في إيش تحديد إيش المناخات والأقلي كيف يعني الرياح شباب مهمة أوكي الرياح يا شباب هلأ تخيل أنت لما يكون عندك الجو مثلا درجة حرارة مثلا عشرة درجة حرارة عشرة يعني جو بارد شاكي أوس جو بارد أوكي لكن تخيل لما يكون كمان محا رياح حركة رياح شو رح يكون رح يكون تأثيرها شديد برودتها رح تكون أشهد آآ سوري هاي مسميها الويند تشيل الويند تشيل يعني يكون في حركة من التيار الهواي رياح هذا إيش يزيد من شدة إيش المناخ أوكي لما يكون مثلا عندي درجة حرارة مثلا ممكن تكون عشرة تحت الصفر لكن ما في عندي درجة ما في عندي رياح بتكون نوعا ما مقبولة أنا ممكن ألبس لباس شتوي وتحملها كنا في بعض الولايات الأمريكية تنزل درجة حرارة شباب عشرين أوكي وعادي الجو كنا بس نلبس إيش أشياء تقيلة لكن المشكلة لما كان فيه يكون في حركة رياح هاي مشكلة أوكي لأنها بتأثر على النباتات وتأثر على الإنسان وتأثر على إيش على الحيوان إذن إذن وجود الرياح تؤثر على النبات لأن حتى هي بتسرع أو تزيد من عمية النتح أوكي لأنها تساعد على فتح الاستوماتة وبتساعد على تقليل الرطوبة على سطح الورقة لما ما يكون فيه عنده رطوبة على سطح الورقة يعني الرياح عم بتشيلها فبيطلع الهواء من الورقة بكل سهولة ما بسططن فيه شيء بيكون فوقيه طبقة من بخار الماء أو الرطوبة أوكي إذن كمان عندي الرياح مهمة إذا كان فيه عنده وين تشيل حركة الوين تشيل هاي قد تؤثر على توزيع النباتات وعلى توزيع أي شيء المناخات إذن طلح هون على هالرسمة عندي في شكل عام أوكي عندي في شكل عام عدة أقل نيجي على المناطق طبعا هون بتفضح لي العلاقة ما بين كمية الأمطال البرسببتيات طبعا بسنتيمتر نحولها للمليمتر ونضربها بعشرة أوكي ودرجات الحرارة لحظ هنا الصحاري كيف العلماء بسنفوا هاي الصحاري الصحاري اللي هي المناطق المفتوحة المكشوفة اللي فيها درجات الحرارة نوعا ما مرتفعة نوعا ما مرتفعة لكنها تتباين فيه إشي منها مرتفع شوية فيه إشي مرتفع وسط فيه إشي مرتفع كتير كمان درجة الحرارة اللي بتكون فيها كمية الأمطار غالب المراجع يعني هون حاط خمسمية هذا بجود حتى الرقم أنا ما بعتبره دقيق بس لكن هو معتبد من علماء المياه أكثر المراطق يعني نحن لو بنعرف مثلا شوية صحاري اللي بتقل كمية المياه فيها مثلا على ميتين وخمسين مليميتر أو تلتمية يعني بشكل عام إنه كمية الأمطار فيها قليلة بشكل عام كمية الأمطار فيها لكن بعض الصحاري فيها مثلا تنزل ميتين في بعضها مية في بعضها مية وخمسين في بعضها خمسين في بعضها بالسنة ما بنزل ولا قطرة ماء زي الكتبان الرملية إذن كمان هي تتفاوى تقسمها إلى أقليم متباينة يعني في بعض الصحاري جافة بعضها شبه جاف بعضها حار بعضها فيها شوية نبتات بعضها نبتات يعني فيها فيها بعضها مية تلاقي فيها بعض مثلا الصحاري فيها أنهار كثير من المناطق الصحراوية في العالم بتلاقي مثلا التربة بتاعتها صحراوية رملي نوعا ما ودرجة حرارة يعني دائما مثلا بين الأربعين وبين الخمسين لكن بتلاحب في بعض الأودي فيها جداً زي الرمال لأنه ما بتنزل فيها كمية الأمطار بجوء خلال سنة أو سنتين تنزل يعني خمسين مليمتر يعني ممكن خلال سنة ما ينزل ولا قطرة ماء إذن هاي بتكون صحراء قاحلة زي الكتبان الرملية إذن حتى الصحاري كمان إيش تتبايل أنواع لكن بشكل عام الصحاري هي المناطق التي تكون فيها الحرارة نوعاً ما مرتفعة والرياح شديدة وكمية الأمطار نوعاً ما قليلة يعني الأقل من تلتمية أو أقل من مئتين وخمسين أوكي أو أقل من مئتين وخمسين أوكي شباب إذن هون هاب أول قليلة أول من المناخ اللي هو إيش الصحاري طيب في حد عند سؤال أنا مدي أوقف لعند هون شباب أساس نبدأ فيه المحاضر القادمي أساس أنه بعد خمس دقائق رح يكون الكوز جاهز على الإيليار رينج شباب أوكي شباب دكتور رابطة الكوز مو نزل على الإيليار رينج شباب طيب أنا بعرفة مدي أحكي لك بدي نزله أوكي بديش أخذ أساسي لشباب شان الوقت ما يروح أوكي شباب يعطيكم العافي شباب وإن شاء الله بشوفكم المحاضرة القادمة شباب أوكي أنا على حذرك بس يمكن فاتني رعطت لأسامي إذا سمعت أنا حسن سلام حسن 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 ولا يهمك يعني إحنا معطيناك يعني عذر إن شاء الله لعند ما تشافأ لا تشد على حالك ويتمنى لك إن شاء الله شفاء العاجو يا رب إن شاء الله بيحميك مش فيه ما تخاف على الغيابة إذن ماذا دكتور شكراً لك شكراً لك